مصطفى يقول هل للنوافل القبلية والبعدية قضاء إذا لم أستطع أداءها في وقتها نعم من السنة أن الإنسان إذا فاتته والسنة قبلية أو بعدي أنه يقضيها ويستأنس لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح في الوادي حتى طلعت الشمس لما كان في طريق سفر مع أصحابه فإنه قضى سنة الصبح وكذلك لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد صلاة العصر في بيت أم سلمة ورضي الله عنها وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن حزبه بالليل فقرعه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له وكأنه قرعه من الليل رجوية محمد سيد أو نعم تقول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن واحدة قالت طلاق الحامل واقع وصحيح وجابت هذه الآية دليل ما الصحيح ما في شك بأن طلاق الحامل واقع باتفاق أهل العلم طلاق الحامل طلاق سنة كثير من الناس يظن بأن طلاق الحامل لا يقع لا طلاق الحامل واقع أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته حائضا تغيظا وقال لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيضا حتى تطهر ثم تحيضا ثم تطهر ثم إن شاء طلق طاهرا أو حاملا فعلم بذلك بأن طلاق الحامل طلاق سنة اشتركوا في القناة